قدم وزير الداخلية محمود توفيق التهنئة للقائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد وأعرب وزير الداخلية عن أطيب التهنئة للمجلس الأعلى لقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بخالص وأصدق مشاعر الإعزاز والتقدير وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد كما بعث وزير الداخلية برقية التهنئة للفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقال وزير الداخلية في البرقية إن هيئة الشرطة تسرها في مناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن تذكر بكل أعزاز وتقدير أبطال قوات المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين أفدوا مصرنا بحياتهم دفاعا عن الوطن المفدى وترابه المقدس وسطروا صفحات مذيئة وحافلة بأروع التطحيات ترجمة نانسي قنقر